السلام عليكم مرحبا بكم مع يوم جديد كانت تمنى تكونوا جميع باخر وعلى خير وفي صحة جهيدة وانتم تشاهدوا هذا الفيديو نبدأوا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اليوم جفتليك هالطريقة دي لتنجال بليزيبيناغ كجيدة الوحل درجة ممكنش تصوري والناس اللي ما كي ياكلوش ليزيبيناغ او السبانيخ هادي هي الطريقة السهلة والبسيطة اللي ممكن ياكلوها بيوم يجي لديد اللي دا دنجال واحد للدرجة من ممكنش تصوري طريقة مغايرة على الزعلوك او كي نقولو حنا التكتوكا طريقة شكل اخر ترافقي بيعط وجنات امريقة او ترافقي بها مشاوي او شي حاجه مقلية او تاكل غير بحلقة كي يجي لديد يمكنك تاكل بارد او سخون في جميع الاحوال كي يجي غاية في الروعة بسيط بزاف غير جود نجالة شوية دي لزيبيناغ هادي الطريقة او الوصفة الرائعة عندي هنا شوية دي لزيبيناغ تقريبا الرباع دي لديك الربطة اللي كنشري ومن الاحسن يكونوا خضرين ويكونوا طريين كيف ما كتشوفوا معي قطعتهم بطريقة شوائية كتعرفوا ليزيبيناغ غير كنحطوهم على العفيد دي لديك افليفلة مقطعة فلفلة صغيرة خضراء ايلا عندكم حمراء او الالوان الاحساب المتوفر عندكم في البيت كيف ما كنقول لكم دائما اضفت لهم شوية دي لزيت العود هنا يرى بديت كان قليد الدنجال بقاطعة مربعات كيف ما كتشوفوا معي دي لزيت الدنجال بقشوره قطعته مربعات ودرت في شوية دي للملحة وقليته بالنسبة للناس اللي متابعين حمية يمكن لهم يديروا اللاطة اللي كتددخل فران ويديروا شوية دي لدنجال ويرشع لي شوية دي للملحة شوية دي للكامون شوية دي لزيت البلدية من الفوق ويدخلوا الفران نراه النفس الطريقة فقط كيبقى لكم الاختيار هنا يكفي ما كنت لكم جد نجالات كبارين كتبقى الكيمياء على حسب الاختيار هنا اه غنضير العطرية اللي بسيطة يعني ما فيهاش بساف دي للمكونات غنضيف شوية دي لبزار شوية دي للكامون ومن بعد ما غيرتشحروا لي هاد مكونات غنضيف شوية دي لصوية اه بالنسبة للملحة فانا ما عود شضفتها لانني ديرها في دنجال وكذلك عندي صوية صوص مالحة كيبقى لكم الخسيار انتوما ورغبة دي لكم كيفما كتعرفوا لي زي بي نغرا ما كيبغوش الملحة بزاف وما كيبغوش العطرية بزاف لانهم كي تغير المضاق دي لهم ويلا بفتغير شوية دي للملحة زيدة راكي وليو مالحين بجد داك شي لاش نديره غير القياس وكيفما كنقول لكم دائما كيبقى كل حاجة وشوية دي زيت المائدة غادي نديرهم فوق العافية حتى كيت شحره ومن بعد غادي نضيف لهم القشور دي لها الدنجال يمكن يقشر الدنجال ويقليك يبقى لكم كيفما كنت لكم الاختيار هنا من بعد ما شحرتهم واحد شوية غادي نضيف لهم هاداك الدنجال اللي انا قليت ومن بعد غادي نضيف لهم هنا شوية دي الصوية صوص اه حتى هي كتبقى على حساب الكمية على حساب الاختيار تقريبا واحد معلقة صغيرة وهنا يا عندي معلقة كبيرة دي الصوص الطماطم المعلبة ضفت لها واحد نصف كاس دي الماء غادي نحركها مزيان وغادي نضيفها على هاد المكونات ونرد هاد المقيلة على نار مهيلة ونبدأ بحلقة نحرك بالمعلقة دي العود ونورك على هذا الدنجال من الفوق باش اه حتى هو يتخلط مع العصوص وليزي ببناء وكتجي في ديك العطرية اللي تفنا هاد طريقة هاديرة كتجي رائعة الديدة بزاف كنتمنى انكم نجربوهم بليزي ببناء انا اكيدا اللي جربتوهم ما غاديش تسغنوا عليهم كيجي والدادي نرافقوهم مع اي حاجة بغيتو اه كيتكال هاد نجال بارد او سخون كيبقى لكم الاختيار انتم وموت طوق ديالكم في جميع الاحوال كيما كتلكم كيجيل ديد رائع وكذلك حتى الصحي والمضاق يا سلام اه تحتل هناك انتهي فيديو ديالي كنقول لكم مع السلامة فيديو جديد ان شاء الله على القناة ادومتم في رعاية الله